أعوذ بالله من الشيطان الغجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وعفى الله لا إله إلا هو له الأسماك الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كتب إني آنستنا ولعلي آتيكم منها بقمس كوهد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فأخلعنا عليه إنك بالوادي المقدس قوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذكري إن الساعة آدية أكاد فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعنا وما هفترنا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا توكوا عليها وأهش بها على غنم ولي فيها مآل بوقا قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حجة كسعى قال خذها ولا تقف سنعيدها سيرتها الأولى والضميتك إلى جناتك تخرج بيطانا من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى كرعون إنه فضى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي واجعلي وزيرا من أهلي هارون أبي اشتد مني أزري وأشرفه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت لنا بصيرا قال قد وديك سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أنا قدحني بالتابوت فقدحني باليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذ وعده لي وعده له وألقيت عليك محفة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أفتك فتقول هل أدلكم على من يفهله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك كتونا فلبي التسرين في أهل مدينة ثم جئت على قدمي يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أن توافوك بالآياتي ولا شنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه قغى فطولا له قول الليل لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نقاف أن يقرط علينا أو أن يطرى قال لا تقافا قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتيام فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا من إسرائيل ولا تعذلهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء قلقه ثم هدا قال فما باد القرون الأولى قال علم ما عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وزمك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شدا كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك الآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارتا كفرا ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبا قال أجدنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأمينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نطلقه نحن ولا أنت مكانا سوا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشرنا سبحا فتولى فرعون فجمع كيدهم ثم هدا قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد طاب من افترى فتنازعوا أمراهم بينهم واسقهم نجوا قالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحركهما وينهبا بطريقتهم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم مرتوا صفا وقد أفلق اليوم من ازدعنا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعشدهم يطلل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه قيفة موسى قلنا لا تقف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يغفر الساحر حيث أتى فألقي السحرك شجة قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لك بيوقه الذي علمكم السحر فلو قطعن أيديكم فلو قطعن أيديكم ورجلكم من خلافه ولو صلبنكم في جذوع النقل ولتعلمن أيدينا أشد عذابا وأبقا قالوا لن نؤذرك على ما جاءنا من البلنات والذي فقرنا فقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا قطايانا وما أكرهتنا علي من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأتي ربا مجرما فإن له جهنم لا يمت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنه قد عامل الصالحات فأولئك له الدرجات العنى جنات عليهم تجري من تحتها لأنهار طالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يمسا لا تقاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعه بجنوده فرشيهم من الجيهم لما رشيهم وأضل فرعهم قومه وما أدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عجوكم ووعدناكم جانب طور الأعمل ونزلنا عليكم المن والسنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب ومن يحضر علي غضب ففدعوه وإني لغضار وإني لغضار لمن جاد وآمن وعمل صالحا ثم مهجدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هؤلاء على أتره وعجلت إليك ربي ترضى وعجلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد بشنا قومك من بعدك وآبا له السابرين فعجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم أردكم وحدا أسنا أفطال عليكم العهد أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخذفتم من موعده قالوا ما أخذفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامرين قالوا ما أخذفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقدفناها فكذلك ألقى السامرين فأخرج لهم عجلا من جسدا له قوار فقالوا هذا إله هو إله موسى فلسين أفلا يرمنا أن لا يرجعون لهم قولا ولا يبلك لهم ضراء ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا أهم إنما كثنتم به إنما كثنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني واقعوا أمري قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح علي عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما أمنعك إذ رأيتهم ظلوا أن لا تتبعني أفاصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بإحياتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقد بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما قطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر به فخبرت قمضة من أثر الرسول فنبدتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا بساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت علي عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه فريا من نسفا إنما إلهكم الله إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك لقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرف عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحن المجرمين يومئذ سرقا يتخافدون بينهم إن لبثتم إلا عشرى نحن أعلم بما يقولون إذ يقولوا أنفلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا ممتا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أهديهم وما قلبهم ولا يحيطون به عزما وعنك الوجوه للحي القيوم وعنك الوجوه للحي القيوم وعنك الوجوه للحي القيوم وعنك الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم ومن يعمل من الصالحات وهو مرمي فلا يخاطر المرء ولا مرء وكذلك أردنا زنانكم هذا الأرضية وصفتنا فيه من الوحيد وصفتنا فيه من الوحيد لعجلهم يكتركون أو يحدث لهم ذكرا فتعال الله المزيق الحافظ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقرب بسدء علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سهبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تضمع فيها ولا تضغى فوسوس إلي الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شدرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصبان عليهما منه مرق الجنة وأصى آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضهم لبعض عدو فإما يأتينكم إني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معشة ضنجا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجذي من أسعب ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأمقا أفلم يهدلهم كم أهلكنا قبلهم من الفرور يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأول النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان إذا ما هو وهجل مسمى فاصفر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ظنوع الشمس وقبل هرمها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بذينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتمع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا